السلام عليكم يعطيكم العافية ثالث حبايبي بنكمل مع بعض اليوم بحس اللغة العربية آخر فقرة من الدرس بنكمل تحليلها وننتقل لجزء من أسئلة الدرس وبالإضافة لأنه بدنا نأخذ قاعدة جمع المذكر السالم نبدأ مع بعض هون حيث وصلنا لعند آخر فقرة نقرأها ركبت بساطة الريح مشتاقا إلى زيارة بقعة أخرى وإذا بصوت أمي تنادي تعال يا أحمد حان وقت العشاء نبدأ مع بعض ركبت ركبة ركبة فعل ماضن من اللي بيتكلم ركبت أنا اللي بتكلم إذن ركبة فعل ماضن والتاء المتكلم بساطة اسم الريحي اسم لاحظوا الشمسية وهمزة الوصل مشتاقا أن لاحظوا تنوين الفتح إلى همزة قطع شايفينها زيارة اسم بقعة لاحظوا لفظ تنوين الكسر بقعة تن تن طبعا اسم مفرد أخرى لاحظوا همزة القطع وإذا لاحظوا همزة القطع يا ثالث وإذا بصوتي بصوتي الباء حرف جر وصوتي اسم مجرور لاحظوا عندي كلمة بقعة لو شنا حرف الباء شو بتصير قعتن شو معناها اختلف معناها إلا يرجع لها حرف الباء حتى يبين معناها بقعة ولكن هون كلمة بصوتي الباء لو شناها بتصير صوتي يعني واضح أنه أنا بتكلم عن الصوت فهون الباء يعتبر حرف جر لأنه إضافي على الكلمة أمي أم اسم واليا الملكية ليش؟ لأنها أمي لا إلي أنا أمي إلي أنا أنا ممتلكيتها تمام يا ثالث تنادي الآن تنادي تنادي فعل مضارع تعال يا أحمد اليا هاي بنسميها أداة نداء وأحمد اسم منادة رح نواخد درس النداء ولكن بعدين أحمد طبعا اسم حان وقت وقت اسم العشاء اسم لاحظوا اللي القمرية يا ثالث بهيك أنهينا تحليل درس وطني الأردن يريت لو كلياتنا نفتح على صفحة 52 تمام نكتب التاريخ 5 11 2020 ميلادي واليوم الخميس السؤال الأول أملأ الفراغة على نمط المثال لملاحظا علامة الاستفهام عفوا علامة التعجب علامة التعجب بعتذر علامة التعجب يا ثالث ثم أقرأ شو يعني التعجب التعجب اللي هو الاندهاش من شيء معين الاستغراب من هذا الشيء صليت المغربة سليت المغربة في مسجد واسع لأن شوفوا كيف جملة التعجب ما أوسع المسجد ما أوسع المسجد باستغراب بتكلم عن المسجد باستغراب كأني مندهشة منه لاحظوا يا ثالث جملة التعجب بتبدأ بما اللي هي بنسميها ما التعجبية ما التعجبية وبتنتهي بعلامة التعجب اللي هي شحطة وتحتها نقطة أو واحد وتحته نقطة ألف ترسم خديجته وردة جميلة بدنا نتعجب نلجم ليشو بتصير برافو عليكم ما أجمل الوردة ما أجمل الوردة لاحظوا بلشت بما وأنهيت بعلامة التعجب با شربت عصيرا طيبا شربت عصيرا طيبا ما بدي أبلش بصفة العصير ما أطيب العصير ما أطيب العصير إذن أنا بلشت بالصفة بعد ما جيم رأيت جبلا عاليا رأيت جبلا عاليا الآن بدي أحكي ما أعلى الجبل ما أعلى الجبل علامة التعجب ما بنساها ما أعلى الجبل الآن بهيك بنكون أنهينا يا ثالث نيجي للسؤال الثاني أملأ الفراغة على نمط المثال المتحدة السعادة لمن للطالب السعادة للطالب ألف يأخذ المتصدق أجرا عظيما الأجر لمين يأخذ المتصدق أجرا عظيما الأجر لمين أحسنتم الأجر للمتصدق الأجر للمتصدق controvers با انتصر الجنود في المعركة النصر لمين برافو للجنود النصر للجنود جيم تفوق المجتهد في دروسه التفوق لمين أحسنتم التفوق للمجتهد التفوق للمجتهد للمجتهدي بهيك يا ثالث بنكون انهينا تدريباتنا لليوم يعطيكم الف عافية بتمنى انكم تحلوا الصفحة وتبعثولي حلها